افتتح وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو أولى معرض للفنانة مريم وجيه والتي تعد أولى فنانة من ذوي الهمم تلتحق بكلية الفنون مؤكدا أهمية تفعيل استراتيجية مصر للدعم ذوي القدرات الخاصة يقام المعرض في قاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية من 17 من أغسطس وحتى 22 من أغسطس الجاري ويضم المعرض 55 لوحة تتنوع بين البرتريهات والمناظر الطبعية والفن التجريدية وهو نتاج خمس سنوات من عمل الفنانة مريم وجيه أثناء وبعد دراستها الحرة للفنون ووجه وزير الثقافة بعرض بعض أعمال الفنانة مريم بمبنى وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور الفنانين من ذوي الهمم في المشهد الثقافية